السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا أبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات التعليم الفني الزراعي الصف الثاني مادة الألبان حنستكمل مع حضراتكم إن شاء الله باقي حلقات الترم الثاني الخاصة بمادة الألبان بدأنا في الترم الأول بالمعاملات الحرارية قبل ما نعرف يا ترى إيه الحلقة بتاعتنا النهاردة عمتا حلقتنا النهاردة إن شاء الله يتحدث عن التعقيم طيب قبل ما نتكلم عن التعقيم ونبدأ نعرفه ونعرف فوائده وطرق التعقيم ومجموعة العناصر الأساسية أو الرئيسية اللي يتحدث عنها التعقيم عايزين نعرف إحنا خدنا إيه قبل كده الحلقات السابقة هتعبار عن إيه؟ المعاملات الحرارية وكانت تشمل سلاس معاملات أساسية أو رئيسية هي عبارة عن البسترة أخذناها تهينا منها أخذنا الغالية أخذنا التجنيس خلي بالك تالت معاملات الحرارية هي عبارة عن التعقيم أفكرك بسرعة بالبسترة أخذنا فيها تعريف البسترة الأساس العلمي لتحديد درجات حرارة البسترة أخذنا طرق البسترة وكانت تقسم إلى سلسة طرق البسترة السريعة البطيئة الخاطفة أخذنا مميزات وعيوب كل نوع أو كل طريقة من طرق البسترة المستخدمة عرفنا أن البسترة بستخدم فيها درجات حرارة تبدأ من 63 اللي بالك وتنتهي عند 85 أو 90 درجة مأو عرفنا أيضا أن هناك علاقة عكسية بين درجة الحرارة والمدة اللازمة لإجراء عملية البسترة بمعنى كلما ارتفعت درجة الحرارة كلما قلت المدة اللازمة إثبات أن عندي في البسترة البطيئة بعمل رفع لدرجة الحرارة إلى 63 درجة مأوي لمدة 30 دقيقة طيب في البسترة السريعة برفع درجة الحرارة إلى 72 درجة مأوي لمدة 16 ثانية معنى كده أن توجد علاقة عكسية ما بين درجة الحرارة والمدة أخذنا كمان تأثير البسترة على صفات اللبن يترى لها تأثير سالبي أم إيجابي أخذنا بعد في أول معاملة حرية لها البسترة أخذنا بعدها الغالية وكان يسبق الغالية التجنيس التجنيس بذكر حضراتكم به كمان كمجمل أو كحاجة سريعة لأن أنت تفتكر بها التجنيس عبر عن تفتيت وتكسير وتجزئة حبيبات الضه وتوزحها على جميع أجزاء اللبن الغرض العام للتجنيس هو منع انفصال الدهن عن باقي مكونات اللبن أو منع طفو الدهن على السطح أخذنا بعدها الغالية في الغالية كلما ننتقل من معاملة حرارية إلى أخرى تبدأ ترتفع معايا درجة الحرارة في الغالي وصلنا درجة الحرارة إلى 100 درجة مئوي بدأنا نشوف الطريقة الصحيحة لغالي اللبن والطريقة الشائعة لغالي اللبن داخل مصر أخذنا تأثير الغالي على صفات اللبن لبالك أخذنا مواصفات اللبن المغلي يطر أغلي اللبن بطريقة صحة زي ذكرنا كمان السبب في فوران اللبن بذكرك بيه مرة تانية حدوث الفوران إيه السبب فيه أنه توجد طبقة جلدية اللي هي عبارة عن البروتين ملامسة للهواء المباشر ملامسة للهواء تتكون طبقة جلدية تحجز جميع البخار له يصعد من اللبن وبالتالي تسبب الفوران كده احنا نقول ده اللبن غيره وخلاص لكن دي طريقة غير صحيحة في غالي اللبن أما الطريقة الصحيحة أن يتم الغالية خلي بالك أو المعاملة الحررية داخل حمام مائي يعني إناء كبير فيه مياه إناء أصغر منه فيه اللبن ده طبعا طريقة الصحية لغالي اللبن ببدأ أعمل عملية التقليب المستمر ليه؟ لمنع حدوث فوران اللبن وبالتالي أنا باستخدم حمام مائي إيه الهدف؟ لمنع اكتساب اللبن الطعم الشايط أو المضبوخ طب لو ذكرت حضراتكم تاني وقولنا إيه أسباب ظهور الطعم الشايط أو المضبوخ السبب الرئيسي فيه احتراق البروتينات وتكوين مجاميع السلبا هيدريل التي تكسب اللبن الطعم المضبوخ أو الشايط ننتقل إلى حلقة النهاردة اللي بتتكلم عن عملية التعقيم التعقيم هنا بنوصل بدرجة الحرارة إلى مية وخمسين درجة مئونات بمعنى تبدأ درجة الحرارة من مية وعشرة توصل معايا لحد مية وخمسين على حسب طريقة التعقيم المستخدمة يا ترى أنا هاستخدم أي الطرق في عملية التعقيم طب التعقيم ده بيعمل إيه؟ بيتم باستخدام التعقيم القضاء على جميع الميكروبات المرضية كل الميكروبات الموجودة داخل اللبن بيتم القضاء عليها أو الأحياء الدقيقة عمتا طب نبص كده نشوف إحنا كادمين إيه في التعقيم؟ عندنا هنا التعقيم هو عبارة عن إيه؟ هو ليه مفهوم أولا؟ المفهوم الأول يعني القضاء التام على جميع الكائنات الحية خلي بالك بالمنتج الغذائي يبقى نتكلم عن التعقيم بصفة عامة أولا المفهوم الأول ويلذمه معاملة حرارية شديدة والثاني ما يعرف بالتعقيم التجاري ويهدف إلى حفظ المادة الغذائية لأطول مدة ممكنة وذلك بالقضاء على جميع الميكروبات المرضية ومعظم المتجرسمة مع الحفاظ بقدر الإمكان على الخواص والقيمة الغذائية لسه موصلناش لتعريف التعقيم الخاص بينا إذن التعقيم عبارة عن رفع درية الحرارة بهدف القضاء على جميع الميكروبات المتجرسمة أو الميكروبات الموجودة داخل المادة الغذائية إيه الهدف من تعريض المنتج الغذائي لدرجة حرارة عالية باستخدام التعقيم هو الهدف إطالة مدة الحفظ إذن الهدف الأساسي أو الرئيسي من المعاملات الحرارية جمعة أو كلها وبخاصة التعقيم الهدف إطالة مدة حفظ المنتج الغذائي طب بالنسبة لللبن نكمل بقى التعريف بتاعنا إحنا الخاص باللبن نبص كده نخلكم معايا وركزوا وإحنا طبعا نسترجعنا اللي فات خدنا بسترة خدنا غالي خدنا كمان إيه التجنيس طب تعريف التعقيم هو عبارة عن إيه؟ هو تعريض جميع جزيئات اللبن كله مركز معايا خلاص كده هو تعريض جميع جزيئات اللبن بعد تجنيسه إذن لابد من إجراء عملية التجنيس وإحنا ذكرنا تعريف التجنيس قبل كده قلنا وعبارة عن إيه؟ بالضبط هو تفتيت وتكسير وتجزئة حبيبات الضه وتوزحها على جميع جزيئة اللبن لمنع طفوها طب نكمل التعريف كده هو تعريض جميع جزيئات اللبن بعد تجنيسه لدرجة حرارة خلي بالك لدرجة حرارة أعلى من درجة الغليان وتصل إلى 110 إلى 150 درجة مأوي 110 إلى 150 درجة مأوي لمدة 20 دقيقة إلى 2 سنية طب خلي بالك من التعريف تاني نفصل حتة البسيطة دي بقول لي درجة الحرارة من 110 إلى 150 لمدة 20 دقيقة إلى 2 سنية إمتى تكون 20 دقيقة عند استخدام درجات حرارة 110 درجة مأوي طب لسنيتين 2 سنية لما توصل حرارة كام 150 درجة مأوي إذن العلاقة العكسية ماشية معنا في جميع المعاملات الحرارية بمعنى تاني كلما ارتفعت درجة الحرارة تقل المدة اللازمة لإجراء عملية البسطرة أو لإجراء المغالي أو لإجراء عملية التعقيم أو لإجراء أي معاملة حرارية تجرى على اللبن إذن تعريف التعقيم مرة تانية هو تعريض جميع جزيئات اللبن بعد تجنيسه لدرجة حرارة أعلى من الغليان طب حدي يفكرني بدرجة حرارة الغليان كده أو غالي اللبن 105 من 10 100.5 درجة مأوية إذن عملت عملية نقل خط البسطرة كانت أعلى درجة حرارة بتوصل لكام 85 طب وصلت للغلي أعلى درجة حرارة 105 من 10 يعني 100.5 طب وصلت لعملية التعقيم خلي بالك من 110 إلى 150 درجة مأوية إذن بقى أرفع الحرارة من 110 إلى 100 وكام إلى 150 المدة اللازمة لإجراء المعاملة الحرارية اللي نتكلم عنها اللي يعبر عن التعقيم من 20 دقيقة إلى 2 ثانية 20 دقيقة لو أنا هاعمل عملية رفع لدرجة حرارة أو تعقيم على 110 درجة مأوية 2 ثانية لو أنا هاوصل درجة الحرارة إلى خلي بالك 150 درجة مأوية طب نكمل التعريف مرة تانية خلي بالك درجة الحرارة والمدة تكون كافية للقضاء على جميع الميكروبات المرضية والمتجرسمة خلي بالك دون المساس بخواص اللبن دون المساس بخواص مين اللبن للخواص الطبيعية والحسية الخاصة باللبن يبقى تكون كافية للقضاء على جميع الميكروبات حتى المتجرسمة حتى ليه المتجرسمة وإطلاف جميع الإنزيمات ثم التبريد والتعبئة وخلي بالك من كلمة إطلاف جميع الإنزيمات ليه لأنه أستخدم الإنزيمات الموجودة داخل اللبن للكشف عن تمام المعاملة الحرارية بمعنى لو الإنزيم موجود خلي بالك إذن المعاملة الحرارية ما تمتش بالكفاءة العالية زي ما خدنا اختبار الفوسفاتيز زي ما خدنا أو هناخد اختبار التعكير اللي هو بيثبت أن المعاملة الحرارية تمت بكفاءة عالية أو بكفاءة منخفضة التعريف مرة تانية ومرة أخيرة خلي بالك تعريف التعقيمة عبر عن إيه تعريض جميع جزيئات اللبن بعد تجنيسه وركز كلمة بعد تجنيسه إذا اللبن المعقم لابد أن يكون مجنس بعد تجنيسه لدرجة حرارة أعلى من درجة الغليال وتصل إلى 110 إلى 150 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة إلى 2 ثانية تكون كافية للقضاء على جميع الميكروبات حتى المتجرسمة وإتلاف جميع الإنزيمات ثم التبريد والتعبئة ثم التبريد والإيه؟ والتعبئة يطرنا بوجر التعقيم ده هو ما هو الغرض؟ من إجراء التعقيم زي ما خدنا الغرض من البسترة وذكرناه وإن فيه أغراض أغراض تجارية خلي بالك وأغراض صحية الغرض الصحي القضاء على جميع الميكروبات أما الغرض التجاري يطالت مدة حفظ اللبن تب هنا إيه فوائد التعقيم إيه الفائدة اللي هتعود عليها لما أجري عملية التعقيم لللبن يطرى اللبن عمره هاي طول عندي أقدر أخليه داخل المحل لمدة كام يوم يطرى من فوائد التعقيم لما عقم اللبن يسهل علي عملية النقل والتوزيع يطرى هنشوف تب نشوف كده الفوائد اللي مكتوبة واللي احنا مركزين فيها وإن رقم واحد سهولة التدول والتوزيع لدى المحل العامة لعدم احتياجه إلى سليات أو تبريد أنا مش عايز تبريد مش عايز تلاجات ليه؟ ده أنا عملت عملية تعقيم لللبن رقم اتنين قلة تكاليف التوزيع آه ده تكاليفة التوزيع ولا يلا خالد إن أنا مش محتاج أي مبردات عندي رقم ثلاثة طول مدة الحفظ وسهولة النقل لمسافات وأماكن بعيدة عن أماكن الإنتاج إذن فوائد التعقيم ذكرناها ثلاثة فوائد وليه أكثر من ذلك كمان فوائد لكن احنا بنكتفي بثلاثة فوائد فقط لغير وهي عبارة عن إطالة مدة الحفظ بيسهل علي النقل أو التداول أو نقل لدخل المحلات لإجراء عملية البيع بيعمل عملية تقليل للتكلفة أثناء خلي بالك عملية النقل أو التداول طب طرق التعقيم اللبن يطرى عندي كم طريقة لإجراء عملية التعقيم هنا يستخدم في تعقيم اللبن طريقتين رئيسيتين أولا التعقيم في أوعية اللبن اللي هي الزجاج أو علب صفيح يعني بعمل عملية تعبئة للبن ويتم التعقيم داخل العبوة خلي بالك هنا ايه اللي بيحصل فيها التعقيم داخل الأوعية الأوعية زي ايه الإناء اللي أنا ببيع فيه اللبن اللي هو عبارة عن زجاجات أو علب صفيح ويتبع فيها وسيلتين للتعقيم على دفعات داخل الأوتوكلاف أو داخل الأوتوكلافات أو الطرق المستمرة لطريقة الأبراج يبا انكرر تاني التعقيم خلي بالك من طرق التعقيم هما طريقتين الطريقة الأولانية التعقيم في أوعية التداول سواء كان الزجاج أو صفيح بأستخدم في الطريقة دي طريقتين طريقة الأبراج وطريقة الأوتوكلافات طب نشوف الطريقة التانية لعملية التعقيم هي عبارة عن المعاملة الحرارية فوق العالية UHT المعاملة الحرارية فوق العالية بالتبادل الحراري خلال الألواح المعدنية بيحصل عندي هنا تبادل حراري بين وسط مرتفع في درية الحرارة ووسط منخفض في درية الحرارة ويتبع فيها أيضاً وسيلتين أو طريقتين التعقيم خلي بالك المباشر اللي هو بالحقن بالبخار والطريقة التانية التعقيم غير المباشر نكرر تاني طرق التعقيم الرئيسية اتنين الطريقة الأولى خلي بالك التعقيم داخل الزجاجات أو داخل أواني التعباء أو داخل أواني البيع لأن أبيع فيها على طول سواء علم صفيح أو زجاج بتتبع فيها كم طريقة اتنين طريقة الاوتوكلافات وطريقة الابراج الطريقة التانية في الطرق التعقيم هي استخدام الحرارة فوق العالية UHT بتتبع فيها طريقتين او وسيلتين منها التعقيم البلحقن بالبخار خلي بالك اللي هو المباشر الطريقة التانية التعقيم غير المباشر طب عايزين نبدأ نلخص خطوات عملية التعقيم هنا انا كتب لك ايه وللتلخيص خطوات عملية التعقيم يتبع الاتي باستخدام الحرارة فوق العالية هنا اول خطوة عندي اختبار اللبن ما معنى اختبار اللبن كلمة اختبار اللبن انا بابدأ استلم اللبن عندي وعلشان خطر اجري عليها عملية التعقيم عايز اتأكد ان اللبن يتحمل درجة الحرارة ام لا ما ممكن انا اعمل عملية التعقيم وبمجرد تعرضه لدرجة حرارة التعقيم اللي احنا ذكرناها كام؟ كلامك مزبوط 110 الى 150 درجة معوي بمجرد تعرض اللبن لدرجة الحرارة تتغير صفاته او خواصه ممكن يروب ممكن يكون اللبن قطع وده هيكون راجع الى ارتفاع نسبة او درجة الحموضة اذا اول خطوة عندي علشان اعمل عملية التعقيم ويطلع التعقيم مزبوط لابد رقم واحد من اختبار اللبن معنى اختبار اللبن كتلخيص ليه تحديد مدى سلامة اللبن من عدمه بسيغة تانية تحديد مدى قدرة اللبن على تحمل درجات حرارة التعقيم من عدمه تاب لو انا لقيت ان اللبن مش هيتحمل درجات حرارة التعقيم يبقى على طول شيء طبيعي اوتوماتيك مش هاجري عليه المعاملة دي يبقى لازم اختبر او اعمل اختبار للبن اشوف قدرته على تحمل درجات حرارة التعقيم تاب نشوف الخطوة التانية كده رقم اتنين التنقية ما معنى التنقية؟ التصفية يعني التخلص من الشوائب الموجودة داخل اللبن وما تنساش انه عندي شرط اساسي من شروط تعقيم اللبن او خطوة اساسية هي عبارة عن التجنيس يبقى اول خطوة في عملية التعقيم وانه رقم واحد وانه ايه اختبار اللبن رقم اتنين التنقية الغرض من اختبار اللبن تحديد مدى قدرة اللبن على تحمل درجات حرارة التعقيم ولا لا طب نعمل وقفة صغيرة كده هو انا هتأكد اللبن يتحمل درجات حرارة التعقيم بكم اختبار خلي بالك عندنا واخدانها ومراجعانها قبل كده كذا مرة وانت هتمتحن فيها برضو في الترمي التاني سنة تانية هتمتحن فيها في الترمي التاني الاسمها ايه؟ الاختبارات الاساسية التي تتجر على اللبن عبارة عن اختبار تقدير حموضة اللبن تقدير الوزن النوعي تقدير نسبة الدهن وعندك كمان في الترمي التاني هتاخد الكشف عن غش اللبن بالمواد الحافظة بالفرمالين اللي هو من ضمنها الفرمالين بماء الاكسوجين بالمية بنزع ده بالنشة بالكربونات بالبيكربونات في اكتر من طريقة حضراتكم هتكشفوا عنها ازاي اكشف عن طرق غش اللبن طيب نرجع لموضوع ده تاني الخطوات الاساسية عشان اجري عملية التعقيم رقم واحد اختبار اللبن رقم اتنين التنقية وان التنقية الهدف منها التخلص من الشوائب الموجودة داخل اللبن عشان احصل في النهاية على منتج او لبن يخضع للمواصفات القياسية طيب رقم ثلاثة عندي هنا هيبدأ عندي حي اسمها التسخين المبدئي طيب نرجع كده للخطوة رقم واحد بقولك ايه يجب التأكد من صلاحية اللبن للتعقيم خصوصا من جهة من جهة تقديره يعني او مقدرته او مقاومته على مقاومة درية الحرارة اللي هو التجبب بالحرارة وذلك باختبار اللي هي اختبارة السريعة اللي هو التجبب بالايه بالكحول اتنين التنقية وتهدف هذه العملية الى ازالة الشوائب التي مرت من خلال التصفية كالخلايا الطلائية وكورات الدم عندي رقم ثلاثة التسخين المبدئي ويتم رفع درجة الحرارة الى او من 75 الى 85 درجة مئوية ولمدة 10 ثواني بواسطة مبادل حراري والغرض منه العمل على ترسيب بروتينات اللبن الزائبة اللي هو الالبيومين والجولوبيولين اذا في التسخين المبدئي يا حضرات بدأ ارفع درجة الحرارة من خمسة خلي بالك وسبعين الى خمسة وتمانين من خمسة وسبعين الى خمسة وإيه وتمانين ببدأ اعمل عملية رفع لدرجة الحرارة يبا انا عندي كم خطوة لحد دلوقتي خطهم خلي بالك تلاتة الرقم واحد اختبار اللبن اتنين التنقية وليست التصفية التنقية غير التصفية التصفية التخلص من الشوائب المرئية اما التنقية التخلص من الشوائب الغير مرئية لانا ممكن انا ما شوفهاش بعناية يبا لازم اعمل عملية ايه تنقية الخطوة التالتة في خطوات التعقيم تسمى التسخين المبدئي التسخين المبدئي على درجة حرارة من كم لكام من خمسة وسبعين لخمسة وتمانين لمدة عشر ثواني ايه الهدف من اجراء خطوة التسخين المبدئي عايز اعمل عملية ترسيب للألبيومين والجلوبيولين واحنا وقدانا قبل كده وعارفين ان الألبيومين والجلوبيولين هي عبارة عن جزء من البروتينات جزء من البروتينات بمعنى ان انا عايز اقعد عندي او اخلي الألبيومين والجلوبيولين يرسب عندي طيب الخطوة رقم اربعة في خطوات اجراء عملية التعقيم التعقيم باحدى نظامين خلي بالا طيب نكمل مع بعض تسخين غير مباشر بالتبادل الحراري باستخدام الالواح المعدنية او تسخين مباشر بالحقن بالبخار يعني يتم حقن البخار الساخن داخل اللبن عشان اعمل له عملية التعقيم حيث يحقن البخار في اللبن مباشرة فترتفع حرارته فورا الى 135 الى 150 درجة ويحفظ على هذه الدرجة المدة المطلوبة وهو من واحد الى خمس ثواني اذا المدة عندي بتختلف على حسب درجة الحرارة لو انت هترفع درجة الحرارة لمية خمس وتلاتين خمس ثواني وصلتها لمية وخمسين درجة مقوي عندك ثانية او ثانيتين كده اخدنا كم خطوة؟ اربعة الخطوة رقم خمسة الخطوة المهمة هي عبارة عن التجنيس طيب لو انا ذكرت لحضراتكم جزئية بسيطة قلت لك اعلل يجب ان يكون اللبن المعقم مجنس ليه؟ او بسيغة تانية يجب اجراء عملية التجنيس للبن المعقم لانه بيوضع عندي فترة ايه؟ طويلة طب الفترة الطويلة دي ممكن يحدث انفصال للدهنة اثناء عملية التخزين انا ما عاد عنده اه عندي انا في المحل مثلا وليكن تلات ايام اربعة ايام وبدون اي وسيلة حفظ لانه هو طريقة الحفظ بتاعته او وسيلة الحفظ هي عبارة عن اجراء عملية التعقيم ولما اجرت عملية التعقيم عرضت اللبن لدرجة حرارة من 110 الى 150 درجة مئوية طب انا مش عايز الدهن ينفصل اثناء عملية التداول ايبها اعمل ايه؟ تجنيس اعرف التجنيس للمرة التالتة هو عبارة عن ايه؟ تعريض جميع جزيئات اللبن للتفتيت بسيغة تانية هو انا بتكلم عن التجنيس اللي هي احدى خطوات اجراء عملية التعقيم التجنيس هو عبارة عن ايه؟ تفتيت وتكسير وتجزئة حبيبات الضه وتوزحها على جميع اجزاء اللبن لمنع طفوها اذا احنا شرحنا او اتكلمنا عن كام خطوة في خطوات التعقيم قولنا اختبار اللبن التنقية التسخين المبدئي او الاولي بعد كده استخدمنا التعقيم باحدى الطريقتين ثم التجنيس خلي بالك بنكمل هنا معايا وركز كويس وفائدته تكسير حبيبات الضهر لمنع انفصال طبقة القشطة على سطح العبوات عند الحفظ با زي ما ذكرت لحضراتكم اللي بالك الخمس خطوات خمس خطوات اساسية او رئيسية لاجراء عملية التعقيم طب هنا ما هي العيوب التي قد تظهر في اللبن المعقم بالحرارة فوق العالية التي قد تظهر في اللبن المعقم بالحرارة فوق العالية اللي هي U-H-T أولا يحدث للبن إيه التغيرات طب هي ترى فيه عيوب فيه فرق ما بينه التغير والعيب هنا رأي يقول لي إيه ركز معايا كده عشانا أشوف العيوب التي قد تظهر على اللبن المعقم بالحراف يقول عليه رقم واحد يحدث في اللبن المعقم مجموعة من التغيرات أول تغير ممكن أن يحدث للبن هو تكون ما يسمى بالجل خلي بالك صيغة كلمة الجل هي عبارة عن إيه؟ هنا ومن أسبابه إيه أسباب تكون الجل أو تحول اللبن لصورة نقوله زيادة اللزوجة بتاعتها اللزوجة عالية خالص لها ظاهرة الجل عدم الاتزان الملحي داخل اللبن لو ما فيش في اللبن اتزان ملحي أو أيونات الملح الموجودة بداخله خلي بالك هيحدث أو هيكون عند فرصة لتكون ما يسمى بظاهرة الجل غير كده كمان السبب الرئيسي أو من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى تكون الجل هو النشاط الإنزيمي ومعلوم ومعروف عندنا خلي بالك أن ممكن يكون موجود بل بالأكيد موجود مجموعة من الإنزيمات داخل اللبن وإحنا أخذناها في مكونات اللبن أو المكونات المستخدمة أو الموجودة داخل اللبن إحنا وغدناها وعرفنا كويس لما عملنا عملية تقسيم للمكونات الكبرى والمكونات الصغرى طيب تاني عيب ممكن يظهر عندي في اللبن المعقم أو نتيجة عملية التعقيم وجود أو تكوين رواسب في قاع العبوات وتتوقف على يعني من السهل جدا أنه لاقي فيه في اللبن المعقم رواسب في قاع العبوات تبدأ بيدل على إيه أن أنت ممكن ما تكونش عملية عملية تصفية جيدة أو ما تكونش عملية تنقية أيضا جيدة تبدأ يعتبر عيب أيوة يعتبر عيب إذا نخلي بالك من العيوب التي قد قد يعني مش أكيدة قد تظهر في اللبن المعقم هو تكون الجل ورقم 2 من ضمن العيوب حدوث أو تكوين رواسب في قاع العبوات في قاع العبوات اللي أنا عبيت فيها وعملتي فيها أيضا عملية التعقيم تبنتكي نشوف كده مع بعض وخلي بالنا كده على إيه على الشاشة ونشوف يطار تكوين رواسب في قاع العبوات خلي بالك تتوقف على إيه زمن ودرجة حرارة التعقيم وطريقة التعقيم سواء تعقيم مباشر أو غير إيه أو غير مباشر درجة حرارة درجة الحرارة ومدة التسخين الأولي اللي هو المبدئي الذي يسبق التعقيم مدى كفاءة عملية التجنيس درجة جودة اللبن نفسه الخامل المستخدم في عملية التصنيع والعبوات لبالك إذن هيتكون عندي أو هيحدث عندي مشكلتين ناتجة أثناء أو بعد إجراء عملية التعقيم أهم تلك العيوب أو المشاكل هو تكون ظاهرة الجل ووجود رواسب في قاع العبوات وذكرنا من حبا شوية أن كل مشكلة أو كل عيب إيه أسبابه تكون ظاهرة الجل سببها عدم الاتزان الملحي ده يعتبر السبب إيه أنه تم من ضمن الأسباب الرئيسية أما تكوين رواسب بيرجع إلى كفاءة عملية التجنيس يرجع إلى جودة اللبن يرجع إلى درجة حرارة التعقيم والمدة يرجع إلى درجة حرارة التسخين المبدئي والمدة اللازمة طب نشوف كده الجزئية اللي بعدها أهم ما يراعى لإطالة مدة تخزين اللبن المعقم بالحرارة فوق العالية أنا عايز أشوف إيه اللي أنا أراعيه وأتبعه علشان أطول مدة حفظ اللبن المعقم بالحرارة فوق العالية أشوف إيه أسباب المشاكل اللي كانت عندي وأبدأ أركز عليها كويس من ضمنها أتأكد من جودة اللبن الخام الداخل في صناعة اللبن المعقم يبقى لما أختار لبن خلي بالك أختار لبن جيد زوم وصفات جيدة وأجري عليه الاختبارات الأولية عشان أتأكد يصلح لعملية التعقيم أو لا يصلح لعملية التعقيم إذن أول خطوة أو أول جزئية عندي عشان أطول مدة الحفظ بالحرارة فوق العالية أثناء استخدام عملية التعقيم التأكد من جودة اللبن طيب نمصر مع بعض ونشوف الخطوة رقم اتنين رقم اتنين عندي استعمال معاملة حرارية كافية في التسخين المبدئي التسخين المبدئي ذكرت لحضراتكم كانت درجة الحرارة من 75 إلى 85 وأقول لي استخدم ايه تسخين مبدئي للدرجة الحرارة والمدة الكافية خلي بالك ودي لها درجة حرارة ومدة درجة الحرارة ذكرنا أن هي من كام لكام من 75 إلى 85 لمدة 10 ثواني طيب رقم اتنين عشان أطول مدة الحفظ في اللبن المعقم استخدام درجات حرارة التسخين المبدئي والمدة الصحيحة طيب رقم واحد اللي هتسبقه رقم اتنين التأكد من جودة اللبن ونظافاته طبعا اللبن الداخل في عملية التعقيم ما أنا بأعمل عملية التعقيم للبن عشان أطول عمره أو أطول مدة حفظه لمدة طويلة وبالتالي أقدر أعمل عملية تسويق أو بيع طيب خطوة الثالثة أو الجزئية الثالثة نركز مع بعضهم بسكة على الشاشة طيب رقم ثلاثة استعمال معاملة حرارية خلي بالك استعمال معاملة حرارية كافية أو أشد من المعتاد لتعقيم اللبن هو المعتاد عندنا في درجات الحرارة ده احنا كنا بنوخط في البسترة التلاتة وستين رفعنا شوية اتنين وسبعين رفعنا شوية وصلنا الخمسة وتمانين طيب أننا كده على المعاملة الحرارية اللي بعدها الغالية وصلت الحرارة الكام مية ونص لكن في التعقيم هوسد الحرارة من كام لكام من مية وعشرة إلى مية وخمسين عشان أجري عملية التعقيم بصورة جيدة يبقى احنا خدنا كام شرط لحد دلوقتي تلاتة طيب نكمل الرابع وبص مع بعض رقم أربعة المحافظة على حرارة تخزين مخافضة للبن المعقم بقدر الإمكان خلي بالك يعني بقدر الإمكان ما تحطوش في الشمس أثناء عملية التدول لأنت حاول بقدر الإمكان درجة حرارة منخافضة عشان عمره أو مدة حفظه تطول معاك طيب الجزئية الأخيرة اللي هي رقم خمسة إضافة إضافة بعض أملاح الفوسفات العديدة ودي لازم نقف عندها أقول لك علل ليه بتضاف أملاح فوسفات خلي بالك ليه بتضاف أملاح كالسة من اللبن المعامل حرين عند صناعة وجبن وركز في الجزئيات دي إن شاء الله أوعدكم بإذن الله إنه نعمل حلقة زي حلقات المراجعة اللي خدناها في التلمي الأول إن شاء الله هتشمل كل الجزئيات وبطريقة مبسطة جدا طيب نشوف الجزئية اللي بعديها يطال الرجل مدينة إيه؟ هنا المحافظة والت على درية حارة التخزين إضافة بعض أملاح الفوسفات الإيه؟ العديدة طيب نشوف خصائص اللبن المعقم بالحرارة فوق العالية إيه خصائصه أو إيه صفاته؟ خصائصه رقم واحد عدم وجود اختلاف ملحوظ في النكهة والقيمة الغذائية بينه وبين اللبن المبسطر يعني اللبن المعقم قريب من اللبن المبسطر من ضمن الخصائص أيضا رقم اتنين ارتفاع قابليته للحفظ حيث يمكن أن يظل محتفظا بتزايته في الجو العادي لفترة لا تقل عن ثلاثة أسابيع ثلاث أسابيع خلي بالك وقد تصل أحيانا إلى ست شهور طالما أن العبوات محكمة الغلق إذن من ضمن خصائص اللبن المعقم إنه ممكن يقود عندي كامل فترة أدي إيه؟ ثلاث أسابيع وقد تصل مدة حفظه خلي بالك يعني صالح أيضا الاستخدام لمدة ست شهور طالما أن العبوة اللي أنت معب فيها محكمة الغلق طالما هي محكمة إيه؟ الغلق يبقى هنتكلم تاني الخصائص اللبن المعقم ما فيش اختلاف ما بينه وبين اللبن المبسطر من حيث الطعم أو نكهة والرائحة خلي بالك أن اللبن المعقم يمكن أن يظل طازج لمدة ثلاث أسابيع وقد تصل إلى كامشة؟ إلى ست شهور نركز مع بعض ونشوف رقم ثلاثة يكون اللبن الناتج بتلك الطريقة أو بهذه الطريقة معقما تماما من الناحية البكتريولوجية يعني مفهوش أي بكتريا أو ميكروبات ضارة لا يحتوي على أي بكتريا أو ميكروبات ضارة رقم أربعة خلي بالك من خصائص اللبن المعقم لا يحدث أي نقص في القيمة الغذائية أو القيمة الحيوانية أو الحيوية لبروتينات اللبن المعقم بمعنى بروتينات اللبن المعقم لا تتأثر يبقى أنا عملت عملية قضاء باستخدام عملية التعقيم على كل الميكروبات الموجودة خلي بالك أنه بعملية التعقيم من ضمن خصائص اللبن المعقم يشبه اللبن المبسطر أنه من ضمن خصائص اللبن المعقم يظل محتفظ بتزاجته يعني سائل وطازج لمدة ثلاث أسابيع وقد تصل المدة إلى ست شهور نكمل الباقي نشوف تاني هنا يحدث انخفاض خلي بالك بنسبة 20% في فيتامينات أو فيتامين به 12 وبنسبة 10% في فيتامين سي والثيامين يبقى الفيتامينات هي اللي هتتأثر انخفاض انخفاض بنسبة كام 20% في فيتامين به 12 و 10% في فيتامين سي والثيامين طب رقم ستة لا تحدث دنطرة كاملة لبروتينات اللبن الزائبة معنى كلمة دنطرة عشان تبقى واضحة عندك في المفهومة كويس كلمة دنطرة هي تغير في طبيعة المكون الودامي طب بصيغة تانية هي تغير في طبيعة البروتينات اما نتكلم عن دنطرة وده هتخدتها في سنة ثالثة ان شاء الله عام القادم بإذنك رب الدنطرة لما نجي تتكلم عنها بصفة عامة عبو سليل لبن كان سايل تحول الى صورة تشبه الجل متمسكة خلاص كده لكن هنا في عملية التعقيم ما حدث دنطرة كاملة ده هو حدث دنطرة لاثنين من المكونات بس او لمكون واحد او جزء من البروتين فاكرينوه اللي عبارة عن بروتينات الشرش اللي من ضمن مكوناتها الالبيومين والجلوبيولين دول اللي حدث لهم عملية تغيير وكلمة تغيير تعني دنطرة اذا الدنطرة تغير في طبيعة البروتين طب هنا حدث تغير كامل فعند اجراء عملية التعقيم لا ما حدث اي تغير كامل عند اجراء عملية التعقيم بل هو تغيير جزئي ومختصة بعملية او بمكونين اتنين فقط لغير وهي عبارة عن الالبيومين والجلوبيولين اللي هم موجودين داخل بروتينات الايه الشرش داخل بروتينات الشرش واحنا عارفين اثناء تصنيع اللبن لاي منتج من منتجات الجبن بينزل او بافقد عندي بروتينات الشرش تنزل مع مين مع الشرش لو انا عايز ان اخليها ترسب عندي يبقى لابد من اجراء المعاملة الحرارية طب نكمل مع بعض نبص على الشكل ونشوف ايه الخطة اللي بعد منها شدة حساسية هذا اللبن الاكسادة يعني لا يحدث للبن المعقم اي اكسادة خلي بالك طب الحج جزئي الاخيرة اثبتت التجارب او نتائج التجارب انها كانت نتائج مرضية في تغذية الاطفال بهذا اللبن المعقم عارفين ليه لان انت اصلا عملت له عملية ايه تجنيس عملت له عملية تجنيس خلي بالك انت اللبن المعقم ممكن تعمله عملية تدعيم للبيل فيتامينات عشان خاطر تبدأ هيخش في تغذية الاطفال اذا خلي بالك يتميز اللبن المعقم بمجموعة من الخصائص ليه مجموعة من الخصائص تميزه الحاجة او الجزئية البسيطة خالص ان فيتامين سي بينخفض بنسبة عشرة في المية وبالاضافة الى فيتامين بي 12 بينخفض او بيتأثر بنسبة كام عشرين في المية انا عايز اتأكد خلي بالك من ان التعقيم تم بكفاءة عالية معنى ان التعقيم كم بكفاءة عالية يبقى هيديني نتيجة سلبية وركز معاه في الجهة ده الاختبار يسمى اختبار التعكير يسمى اختبار اللي ايه التعكير زي ما خدنا اختبار الفوسفاتيز زي ما خدنا اختبار البايروكسوديز للكشف عن تمام كفاءة البسترة والاخر للكشف عن تمام كفاءة عملية الغالي بناخد هنا اختبار اسمه اختبار التعكير للكشف عن تمام كفاءة عملية التعقيم بالمختصر المفيد كده وبمنتهى التلخيص البسيط لو انت جيت تعينة خلي بالك من الشرش واجريت على اختبار التعكير ولدت الشرش في التعكير خلي بالك يبقى التعقيم ما تمش بالكفاءة العالية لو لقيت ان الشرش رائق انا بتكلم عن الشرش حاليا رائق ما فيهوش اي تعكير اذا التعقيم تم بكفاءة ايه؟ عالية ايه العلاقة؟ ما انا لسه اذكر لحضراتكم حالا انه توجد بروتينات الشرش لان لو رجعنا لمكونات البروتين كلها هنرجع على مكونات اللبن وتقسم الى مكونات كبرى ومكونات صغرى ومن ضمن المكونات الكبرى او تشمل الماء الده البروتين سكر اللبن ام لحم عدنية يبقى دي اسمها مكونات ايه؟ كبرى طب خد من المكونات الكبرى دي كلها البروتين يقسم الى كازين والشق التاني بروتينات شرش حتى كان بروتينات الشرش كانت نسبتها داخل اللبن تلاتة خمسة وخمسين من مية في المائن خلي بالك بروتينات الشرش طب تقسم بروتينات الشرش الى ايه؟ خلي بالك البيومين وجلوبيولين البيومين وجلوبيولين لو الألبيومين والجلوبيولين ما زالوا موجودين عندي داخل الشرش هيسبب التعكير طب لو مش موجودين معنا كده حدث لهم ايه حدث لهم عملية ترسيب مع باقي المكونات اذا النتج اللي عندي هيكون خالي من التعكير طب تعالوا بص على الشاشة كده وشوف معايا ايه كلام اللي احنا قلنا من شوية هنا يجرى اختبار التعكير والاساس في هذا الاختبار ان التسخين الى درجة 100 درجة يؤدي الى حدوث تغير في طبيعة الالبيومين مما يجعله خلي باله قابلا للترسيب بمرسبات الكازين والجلوبيولين عند معاملة اللبن بمحلول مصف مشبع من كبريتات الامونيوم وبذلك يكون المترشح اللي هو الشرش خالي من بروتيناته اللي هي الالبيومين والجلوبيولين ويستدل على ذلك خلي بالك من عدم ظهور اي عقار بالشرش عند غليو خلي بالك نكرر مرة تانية موجود عندي البروتين مقسم الى كازين والكازين يتكلمنا عنه هنا الكازين هو المسؤول عن عملية التجبر هو المسؤول عن اعطاء الخسرة هو المسؤول عن اعطاء الجبنة المين اللي بيفقد مع الشرش بروتينات الشرش بروتينات الشرش موجود بداخلها خلي بالك الالبيومين والجلوبيولين لو انا عملت لهم عملية ترسيب وخط الشرش لو انا كنت عامل تعقيم وموسط الحرارة من 110 ل150 درجة مئوي اذا لما اعمل عملية ترسيب يبقى كده خلاص خلاص اترصب مع باقي مكونات اللبن الشرش هينزل ايه رائق عند رفع درجة الحرارة عندما تصل الى 100 درجة ايه مئوية لو ظهر في الشرش اي تعكير دليل على خلي بالك عدم كفاءة عملية التعقيم طب لو ظهر عندي الشرش رائق مفهوش اي تعكير خالص دليل على كفاءة عملية التعقيم او عملية التعقيم تمت بالكفاءة العالية بخلي بالك اللي احنا اخدناه من فترة او من فداية الحلقة هو عبارة عن تعريف التعقيم كعام او كبصيفة عامة لكل المنتجات الغذائية اخدنا تعريف التعقيم خاص باللبن اخدنا فوائد التعقيم اخدنا وشرحنا طرق التعقيم ما يهمني في الجزء الاخير مهم جدا الكشف عن تمام كفاءة عملية التعقيم خلي بالك نشوفه كمان مرة كده عندك هنا مرسبات مرسبات او بمحلول نصف مشبع من كبريتات الامونيوك لو انا ضفته على المترشح اللي هو الشرش خلي بالك ايه اللي هيحصل مش هيحدث عقر مش هيحدث اي ايه ايه اي تعكير يبقى في الحالة دي خلي بالك اللبن تم تعقيمه بطريقة ايه جيدة المواصفات القياسية للبن المعقم تشمل المواصفات القياسية لابد ان يكون مجنس لبن المعقم لابد ان يكون مجنس ان يسخن خلي بالك كل جزء فيه على درجة حرارة اعلى من درجة الغليان يعني كل جزء من اجزاء اللبن يكون قد تعرض لدرجة حرارة اعلى من درجة حرارة ايه الغليان ان يعطي نتيجة سلبية لاختبار التعكير لا تزيد نسبة الضهر في العشر العلوي في العبوة عن 10% لا يطرق على خواصه اي تغيير بعد تركه لمدة 3 ايام على درجة حرارة 37 يعني لو سبت اللبن على درجة حرارة 37 ما يحدث عليه اي تغير في صفاته يجب ان لا تقل نسبة الضهر في اللبن المعقم المعدل عن 3% المواد الصلبة اللادهنية 8 75 من 100% ويبين على العبوة انه لبن معدل التركيب ببين كمان على العبوة مدة الصلاحية مدة الايه الصلاحية اذا اخر جزئية اتكلمنا عنها هي عبارة عن المواصفات القياسية للبن المعقم اخذنا قبلها الجزئية كانت مهمة جدا ايضا هي عبارة عن خصائص اللبن المعقم بدأنا نصرد كمان خطوات عملية التعقيم اخذنا طرق التعقيم اخذنا قبلها فوائد عملية التعقيم زي الغرض منها بالزبط اخذنا تاني عندنا الجزئية اللي قابليها كان تعريف التعقيم اخذنا تاني خلي بالك التعقيم بصفة عامة على جميع المواد الغزائية اذكر حضراتكم قبل الختام ان بأذكر حضراتكم تاني المعاملات الحرارية تشمل سلاسة معاملات رئيسية البسترة الغلي التعقيم دخل في النص عملية التجنيس لان يجب ان يجرى عملية التجنيس على اللبن المعقم اللبن المعقم لابد من اجراء عملية التجنيس له ذكرنا ان المعاملات الحرارية تهدف لإيه اطالة مدة حفظ اللبن طبعا دايما وقتنا بينتهي مع حضراتكم بسرعة جدا اللي يا رب تكونوا واستفدتم معانا يبن احنا اخذنا المعاملات الحرارية وانتهينا منها اللي بالك اخذنا كمان التجنيس حناف ان شاء الله عند عملية التعقيم وانتهينا منها يا كمان عن تكسيف اللبن دايما وقتنا بيخلص مع حضراتكم بسرعة جدا والى لقاء اخر في حلقة قديمة ان شاء الله كان معكم مهندس نشط البصاص موجه مادة الالبان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته